نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء بشأن استحداث شروط جديدة لبرنامج تكافل وكرامة منها استبعاد من يملك ثلاجة أو جهاز تلفزيون من الاستحقاق وشدد المركز على استمرار كافة المستحقين ببرنامج تكافل وكرامة بشكل طبيعي دون حذف أو استبعاد لأي أسرة تستحق وينطبق عليها شروط الاستحقاق للحصول على الدعم النقدي مضحة أن امتلاك الأسرة ثلاجة أو جهاز تلفزيون ليأتي ضمن محددات الاستبعاد من برنامج تكافل وكرامة